ترجمة نانسي قنقر 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 فيه. فاسترعوا عن تباهي آآ كلمة الالبرت اينشتاين مع ان البرت اينشتاين يعني آآ كان توفع في وقت بدري جدا عن الاحداث اللي احنا بنمر فيها من من فكر حتى جديد الخاص بالمساكنة الصغيرة او بحركة المايكرو ابارتمنتز او التايني ابارتمنتز او التايني هاوسز او المايكرو هاوسز لها مسميات كتير الا ان لما بحثت اكتر لقيت ان البرت اينشتاين في حد ذاته كان لاجئ ترك المانيا في الحرب العالمية التانية وكان يهودي مهاجر الى آآ نيويورك وبعد كده امريكا احتضنته وطبعا قصته معروفة يعني بس الحقيقة الكوت اللي هو كانت كاتبها دي ما كان لهاش علاقة ولا باللاجئين ولا بالحرب لكنها كانت كوت موضوعة من ضمن الكوتس الشهيرة جدا في موضوع اللاجئين الراجل ده قال لك كلمة قال لك العالم مش حيتأثر كثيرا بالناس اللي بتعمل شر قد ما حيتأثر كثيرا بالناس اللي بتتفرج ومش قادر تعمل اي شيء ومن هنا نبدأ ان تتكلم في محاضرة النهار ده الحقيقة موضوع اللاجئين او فكرة اللاجئين هي فكرة ملحقة جدا انا بسميها تدامة اوي في اخر عشر سنوات وهي الحقيقة موجودة طول منها في التاريخ من اوي المظاهرة الحروب وهي موضوع اللاجئين ده او يسموه الانتقال القصري لناس من مكان الى مكان الانتقال ده ممكن يكون لأسباب كتير سواء بنسميه احنا في العلم بتاعنا يعني احداث بفعل الانسان زي الحروب زي البطش مثلا زي التنكيل وضع لمره التاريخ او باسباب تانية زي الفيضانات وزي الزلازل وزي البراكين اسباب كلها بنسميها اسباب طبيعية لكن في الاول في الاخر دول اخواتنا في الانسانية وبالتالي كان لكل واحد فينا دور مهم في هذا الموضوع طيب احنا كمعماريين كمهندسين دورنا ايه دورنا ان احنا نعمل حاجة اللي بيسموها يمكن تخفيف المعاناة انت كمهندس زي بالزبط اه استاذنا استاذ الاجيال حسن فتحي ما قالك في يوم الايام كان مسؤولات الفقراء ودي كانت شريحة من الناس او البسطاء او عامة الشعب عشان اكون دقيق في الترجمة فبرضو احنا النهاردة يمكن مسؤولاتنا ان احنا نشوف ازاي نقدر نتعامل مع الموضوع اه اللاجئين الحقيقة ومحاضرة النهاردة برضو موضوعين مختلفين اه احيانا بيحصل بهم خلط وعشان كده انا قصدت ان انا اخدهم في محاضرة واحدة موضوع مساكن اللاجئين او الشلترز الحقيقة اللاجئين والموضوع تاني اللي هي المساكن الصغيرة لكن اه هنفضح ان شاء الله الفرق بينهم بعد شوية اه للناس بس الاول مرة تحضر لأي محاضرة اه اذكركم دايما بالمنفستو اللي انا اشغال عليه او بالمبادئ التلات اللي انا دايما بشتغل عليها في العمل المعماري اه اول عمل او اول مبدأ هو ده مبدأ الاولاني احنا بنتميز في الشرق الاوسط إن احنا عايشين في مكان اه الناس كانت عايشة فيه مش هنقول من الاف السنين لا من ملايين السنين وعندنا شرائع باسمها واحياء باسمها كانت الناس عايشة هي فيها وبيتمشي في نفس الشرائع اللي احنا الناف ده بنمشي عليها رجلنا من الاف السنين اه شرائع كتير واحياء كتير واماكن كتيرة الامتداد ض of في التاريخ ده لازم يكون له مردود في العمراء بتاعتنا لازم يكون لنا شكل مختلف لازم يكون لنا knowledge مختلفة فالمبدأ الاولاني هو البحث في هذه المعلومات في هذه knowledge قد تكون knowledge دي مش موجودة قد تكون انداثرت قد تكون موجودة لكن النسبة الثالث تستخدمها لكن لازم نرجع لها طيب وعشان ما يحصلش خلط في الامر مش معنى knowledge ده نحنا نمشي بس في التاريخ ونمشي على المبادئ اللي كان القدماء ماشيين عليها لا مش بس كده انت بتعرف وبتفهم وبتحفظها عشان ييجي المبدأ التاني اللي هو developing those values and instances using cutting edge technologies فييجي هنا دور التكنولوجيا الحديثة تكنولوجيا الحديثة دي ممكن تبقى environmental simulation ممكن تبقى generative design ممكن تبقى parametric design ممكن تبقى اي تكنولوجيا حديثة من اي نوع ودلناها كمان ان شاء الله هبضحه النهاردة طيب التكنولوجيا الحديثة دي بتتعمل ايه بتتعمل redefining أو rethinking أو re اي حاجة اعادة احياء الماضي ده واعادة اخذ الماضي ده لكن testing experimenting الماضي ده باستخدام التكنولوجيا الحديثة وانا الحقيقة بيطلع دائما منتج مميز وعشان اكون برضو صريح انا مش الوحيد اللي بعمل كده في ناس كتير جدا اللي هتجاربوا تجارب مميزة وافضل مني في هذا المجال فهنلاحظ ان فيه كتير من زملاتنا واخوتنا اللي اخدوا مثلا ال pattern الاسلامي او النمط الاسلامي وعملوه بال parameter design عشان يدونا تجربة جميلة وجديدة وكأن التاريخ لم ينتهي بالعكس الحاضر بيمتد عشان نقدر نسلم المستقبل التجربة الجديدة وعلى ذكر المستقبل فالمبدأ التالت والاخير هو تسجيل ونشر هذه التجارب المعمرية عشان تسليمها للاجيال المستقبلية وحسازن حضراتكم ان احنا نفتكر كويس جدا التلات مبادئ دول لان التلات مبادئ دول هم دولة نفسهم اللي حيتكرروا معايا في خلال المشاريع اللي جاية بإذن الله هفكركم بواحد واثنين وتلاتة تنويه سريع ان المشاريع ان شاء الله اللي هتتعرض اليوم هي كلها كانت بفضل الله ومنه الحمد لله جوائز حصلت كلها لجوائز دولية او محلية وكانت تم تحكمها عن طريق خبراء وبعض المشاريع عن طريق أسترونوتس طبعا مش في المجال بتاعنا النهاردة بس عموما كل المشاريع اللي انا بعرضها في كانت مقدار شعرت حاجة إلا ازا كانت تواخدة الختم بتاع جايزة في الحمد لله عندي مشاريع كتيرة جدا جدا في بعض المشاريع منها فمش بحب ان انا انشرها لكن بعمل على تطورها وبتدخل الافكار في المسابقة تانية لحد ما ربنا يكرم بإذن الله وتاخد جايزة دولية فيكون لي الشرف ان انا اشاركها مع حضراتكم وهكون يعني عندي شجاعة ان انا اتكلم فيها تعالوا نبدأ كده بتجربة صغيرة قوي الديجرام الجميل اللي قدامنا ده بيعكس مبدأ موجود في علم الإحصاء او الستاتيستيكس اسمه التجربة كانت كلاتي فأثناء الحرب العالمية على ما اتذكر كانت التانية حملوا كده حاصر علمي بسيط في امريكا وحاولوا يشوفوا ايه هي المشاكل اللي كانت بتقابل الطيرين العسكريين او الطيران فبدأوا يدرسوا كل الطيرات اللي رجعت من ميدان المعاركة عشان يحللوها ويشوفوا ايه المشاكل او اكتر الاماكن اللي كانت او كانت عرضة اه للاصابة لضرب النار واللاصابات زي ما احنا شايفين فكانت المجموعة اللي باللون الاحمر دي هي اكتر الاماكن عرضة لاطلاق النار من الدفعات الارضية للطيران وبالتالي بدأوا يفكروا وقالك يبقى دي اكتر الاماكن اللي محتاجة انها يعني يتم وضع حماية اكتر لها او يعملوا لها دروع اكتر عشان تقاوم وده كان المنهج العلمي في الوقت ده قالك خلاص احنا يعني حصان عدد كبير جدا اخدنا المتواصل بتاهم لقينا ان دي الاماكن من الاصابة يبقى من التالي ومن المنطقة ان احنا نسلح او نحمي يعني هذه الاماكن بدروع اضافية الا ان هنا في خطأ خطير جدا جدا وقعوا فيه والخطأ ده كان اكتشفوا احد علماء الاحصاء وقال لهم يا جماعة ببساطة شديدة انتم بتدرسوا كل الطيرات اللي رجعت لكن هو الحقيقة احنا محتاجين ندرس الطيرات اللي ما رجعتش الطيرات اللي رجعت ده معناها انها نجا حتى انها تيجي يبقى ما فياش مشكلة يعني اللي انتم شايفينها الاصابات دي ما كانتش اصابات قاتلة بدليل ان كل الطيرات اللي عندكم هي الطيرات اللي رجعت لكن المشكلة كلها الطيرات اللي وقت في ميدان المعاركة اللي هي مش عندكم اللي انتم ما شفتهاش وبالتالي الراجل ده فعلا اشار لنقطة خطيرة جدا وهي بيسموه وحضراتكم تدروا تبحثوا عنها حتى وموجودة في الكيسبيديا اللي لها مصادر كتير يعني للمعرفة فكان هنا فعلا حاجة خطيرة جدا ان احنا احيانا مش بنشوف المبدأ الاهم في التصميم لانه غايب عندنا لان احنا لم ندرك لم نمر بالتجربة لكن لو مرينا بالتجربة كاملة زي الطيارة الطيار اللي مر بهذه الطيارة ولكن واقع في ميدان المعاركة مش هنقول اللي رجع دي مش تجربة كاملة تجربة كاملة للشخص اللي فشل لان ده موضوع الدراسة من هنا حنبدأ نعرف ايه المشكلة وبالتالي كم مصممين نبدأ نحلها من المبدأ الجميل ده ده مبدأ كمان تصميمي خطير جدا لما نيجي نفكر في تصميم الملاجئ احنا كلنا قاعدين في بيوتنا وربنا اكرمنا وانا معلينا بنعمل تلأمان والحمد لله يمكن ما فيش حد فينا يعني اعتقد يعني اغلب الناس اللي بتشتغل وبتصمم ما كانش فيهم لاجئين لكن لو بدأت تسأل حتى حد من اللاجئين ايه مشاكلك هتكتشف ان اللي انت بتصمم الاسس التصميمية اللي انت بتصمم بيها كلها لا تموت بصلاق او مش بتخاطب المشكلة الاساسية وبعضو هنا منطق او مبدأ هو نفسه اللي داخل معانا طيب وبالتالي هنا هنبدأ محاضرة النهاردة بحتة او بمقدمة علمية كان لازم ادرسها والحقيقة اخدت فيها كورس كامل في تي يو ديلفن يونيفرستي وما زلت برضو بدرس عنها وما زلت القراءة طبعا العام لا ينتهي مش بعانا ان الواحد اخد كورس انه خلاص انت كده تعلمت بالعكس انا دايما بقول ده مش معناه ان انت عندك لتطبيق هذه المعرفة طيب ايه هي المعرفة المعرفة او الكورس او الموضوع اللي بتكلم فيه اسمه وحيانا بيسموه لان احنا بنصمم للانسان والمبدأ التصميمي ده بتاع هو ببساطة الشراك الشخص اللي انت اللي انت بتصمم له في عملية التصميم الشخص اللي انت حتصمم عشان يدخل معك كعنصر من عناصر التصميم كفاردة من افراد التصميم مش لازم يقعد معك على نفس الترابيز ويمسك ألم ويعمل معك بس على الاقل في كل خطوات تسأله انت شايف ايه لانه هو الشخص اللي مره بتجربة انت ما مردش بالتجربة او احنا ما مرناش بالتجربة زيه لو تعذروا عليك انك تقعد مع هذا الشخص فهيبقى منساعة عليك انك تمسك الانترفيوز وتقرأ كل المقالات الكوتس لناس او انترفيوز لناس مروا بهذه التجربة اللي هو في الحالة بتاعتنا كانوا اخواتنا اللاجئين عاشوا ازاي مشوا في زاي رحوا فين جم منين ايه المشاكل والصعاب اللي قابلتهم هل كانت الدنيا برده هل كانت الدنيا حر ازاي قدروا يوفروا الغذاء طب ايه هي الجهات اللي كانت بطرعهم بطرعهم ازاي طب ايه المشاكل بتاعتهم وحتلاقوا فعلا الموضوع يعني مثير للزهول ففيه كتير من المنظمات الامم المتحدة الانورا واليون سي اشار فيه كذا منظمة يعني حاولوا يعملوا فعلا حاجات كتير او شلترز او ملاجئ للاجئين لكنها فشلت فشلت لانا كانت تصميمها جميل جدا ومتميز جدا بس مع الانتاج الغذير عشان يكفي العداد اكتشفوا ان تكلفة كانت عالية لان بيستخدموا فيها مثلا الومينيوم وبلاستيك ومواد تعتبر غالية ففشلت المنظومة مع العدد الكبير وهي دي فعلا للأسف لما بيحصل او الانتقال القصري عدد اللي جئين ما بيكونوش خمسة ولا ستة ممكن يبقوا آلاف ممكن يصلوا إلى ملايين يبقى كوري المشكلة ما تحلتش عشان كده لازم كنا نبدأ اتكلم او اسأل الناس اللي اشتغلت فيها اه حابة بدنا انا اشارك مع حضراتكم النهاردة بس فكرة ايه هو وده كانت يمكن بعض المقتطفات من الكورس اللي انا حضرته اللي انا درسته ببساطة شديدة في عملية التصميم العادي مش حتى موضوع اللاجئين هو بيعمل افراد كامل لنموذجين من نمازج الايام اللي اليوزر بيمر بيهم طبعا ده في حالة شخص عادي الشخص اللاجئ الشخص اللاجئ مفيش فارق بينه بين الويك دايز والويك اندز لكن الشخص العادي العامل اللي بيعمل في اي مانا او بيشتغل في اي مجال بيبقى له نمط حياتي معين موجود في الويك دايز والنمط الحياتي ده قد يختلف قليلا في الويك اند او في العطلات بتاعته لما بيبدأ النمط الحياتي الروتيني بتاع العمل بيتوقف وبتبدأ الانترتينمنت او الاميوزمنت هو اللي بيكون موجود فطبعا بدون دخول في تفاصيل كتيرة حتى لو قطيلها على حضراتكم فاحنا بنعمل افراد الاكتيفتيز الاكتيفتيز دي بتتحول الى سباشيال او اه سباشيال نيدز او فراغات اه احتياجات فراغية عفوا والاحتياجات الفراغية دي طالما قلنا كلمة فراغ او سبيس فمن هنا بيبدأ ييجي تصميمنا عشان نلبي هذه الاحتياجات ومع كل ده مش هنقدر ننجح الا اذا رعينا حتة وبرضو رعينا ان احنا لازم نشرك احد افراد الاند يوزر في عملية التصميم مش بس كده وحتى لو حطيت معاك الاند يوزر وانت بتصمم وهو بيقولك كل احتياجاته لازم تطرق فيما يلاقل عن خمستاشر او عشرين في المية فراغات بنسميها احنا فراغات او استخدامات اكتيفتيز نيوترل عشان انت ممكن ان يحصل احتياجات لا اكتيفتيز جديدة ما تخيلتاش ما حطيتهش في عتبارتك التصميمية وبالتالي يبقى تصميمك ناجح على مر الوقت على مر الزمن ما يجيش في مرحلة ويفشل بعد كده عملية الاسكتشنج الناس دي بتعيش ازاي حتروح فين حتيجي منين احتياجاته الانسانية حياكل حينام حيشرب محتاج يدخل دورة المية محتاج يرفع حتى عن نفسه الظروف الموجودة وعلى مر التاريخ والحمد لله ربنا اكرمني ان انا بدارس كمان تاريخ كان فيه دراسة كده بالتاريخ ان انا اجريها وبدارسها كمان عن اللي هي الملاجئ اللي كانت موجودة في العصر الحاجة بداية من اول ملجأ اعرفه الانسان اللي هو الكهف الكهف الطبيعي وازاي عمله اعادة تهيئة حتى يناسب احتياجاته لحد اخر حاجة اللي هي منسميها احنا وطبعا فيه مراحل اللي يعني تطورت كتير من للميزوليثيك للنيوليثيك ثلاث مراحل العصر الحجري قبل اكتشاف المعادن ولها دراسة يعني كده ضريفة والمبدأ العام المنهج العلمي لو فيه من حضراتك وحد بيعمل رسائل علمية او بيبرز هيبقى فيهم دايما ان المبدأ العلمي بيعتمد على ثلاث اسئلة مهمة ما الشيء اللي انت بتعمله ما هو الغرض منه كيفية عمل هذا الشيء نفس الموضوع في ماذا نفعل فلازم نبدأ نعمل افراد كامل والافراد ده ممكن عملية البحث يتبقى بال اللي هي الورق الأصفر الصغير ده ممكن يبقى بأي وسيلة لكن ده من اشهر الوسائل المستخدمة في عملية البحث عشان نكتب كل حاجة بيحتاجها ييجي بعد كده اللي هو الغرض فنبدأ نكتب كل الخطوات بتاعتنا في ليه بيحتاج الموضوع ده هل ممكن يتم الاستغناء عنه هل ده يعني هل ده احتياج خاص فقط بهذا الشخص ولا ده خاص بالنموذج من كل اللاجئين طب الثقافة بتدخل فيها الناس اللي جاء من الشرق الأوسط غير الناس اللي جاء من الشرق الأقصى غير الناس اللي جاء من أفريقيا ولا مش هتفرق على سبيل مثال الشرق الأوسط الناس دي مثلا عايزة تصلي طب هتصلي ازاي طب الناس دي مش عارف عايزة تدخل دورة المية بشكل الحمام اللي هو الحمام العربي يناسبهم في ناس تاني ما تعرفش تستخدم هذه الفكرة الاختلافات الثقافية كمان دخلت فيها واخر شيء هو ازاي حتقدر تعمل هذا الموضوع ما هي الأدوات المتاحة في إيدينا هل التكلفة مفتوحة ولا مش مفتوحة فبرضو هنا في العديد من الأسئلة بالإجابة على مجموعة الأسئلة دي كلها حبدأ أتكلم على أول نموذج من النمازج للشلتز ودي كانت لله الفضل والمنا يعني كان آخر جائزة جائزة رقم أربعين اللي تمت في شهر إتناشر اللي فات 2021 والحمد لله بنهاية سنة 2021 أتميت الجائزة رقم أربعين إيه الفكرة أو إيه الموضوع الجاهة المنظمة المسابعة بيسموها أو تحالف العمارة الإنسانية دي جاهة دولية مقرها الحالي في اليابان ودي كان المطلوب في إن احنا نعمل فراغ في حدود 2 متر في 2 متر في 2 متر لشخص واحد على الأقل يعني هم مخصصين لكل إنسان كيوب أو حيز فوليوم 2 في 2 في 2 متر ليه؟ هم لقوا إن بعض فوكوشيما وبعض الأزمات اللي تعرضت لها اليابان مش بس فوكوشيما فين أثناء الزلازل المختلفة وتسنامز المختلفة وحتى التسريب اللي حصل في المفاعل بتاع فوكوشيما كانت دايماً المدارس مدارس والجامعات هي المكان اللي بيقوي عدد كبير جداً من اللاجئين إيبا إحنا هنا بنتكلم إن فيه مكان تم تخصيصه للاجئين طيب إيه المشكلة؟ إيه المشكلة إن الناس دي كلها مفتوحة على بعض فكانت دايماً ملعب مثلاً أو صالة مغطوة صالة كبيرة الناس كلها بتتجمع فيها بيناموا في سليبينج باجز بيناموا في الأرض فما كانش فيه أي خصوصية لأي حد أو أي شخص من الناس اللي كانت موجودة طيب كان إيه الدزاين قال لك والله التاسك التاسك قال لك إنك لازم تحاول تخصص لهم أو تصمم لهم شيء أو مكان أو حيز الحيز ده يقدر الناس إنها تنام فيه بشيء من الأمان بشيء من الخصوصية من عدم الإزعاج بحيث إنه بعد الفترة دي لما تبدأ الحكومة تتوفر أماكن بديلة أو تبدأ الأمور ترجع زي ما كانت تقدر الناس دي ترجع تاني وتنتهي الأزمة على خير بإذن الله فهو هنا نوعية اللاجئين ونوعية المشكلة مختلفة تماما عن مشاكل اللاجئين مثلا في الشرق الأوسط بسبب الحروب المختلفة عشان كده أنا كنت بتكلم على فكرة وفكرة وبالمناسبة برضو اللي فيه من حضراتكم يعرفني أنا أصلا شغال في الموضوع فترة طويلة جدا وإحنا دايما كشارط إجباري مطالبين إن احنا نشتغل يعني سواء ناسا أو وكانت الفضاء الأوروبية أو ناسا ده شيء مبدأ تصميمي يعني مهم جدا لو أنت بتشتغل لازم تشتغل دايما فالموضوع مش جديد لكن هو محتاج إن احنا نفكر بنفس الميندسات دي أو بنفس العقلية دي كمان في عماراتنا بالأرضية بعد ما ديت لحضراتكم كده فكرة نتذكر تاني التلات مبادئ الخاصة بيا اللي أنا بشتغل بيها اللي هي دايما البحث في شيء من طراصنا القديم وإيجاد إيه اللي ممكن يجاوب عليه طب ليه طراصنا القديم وليه دايما نعايش في الماضي لأن ببساطة التلات اللي أنا بتكلم فيه ده باله ألف السنين الناس دي طورت حلول لما كانت التكنولوجيا منعدمة عشان يقابلوا هذه المشاكل الأديمة والأصيلة فكرة اللاجئين عفوا ما هياش فكرة جديدة ومن ألف السنين الناس دايما كانت بتفكر في حلول بسيطة ومبتكرة وغير مكلفة ولا تعتمد على التكنولوجيا وفي العمارة اللي احنا بنسميها دي المبادئ اللي احنا بنحتاجها لكن في نفس الوقت احنا مش عايشين في الماضي احنا عايشين في المستقبل احنا عايشين في الحاضر عندنا تكنولوجيا قوية جدا وبالتالي لازم نعتمد على استخدام هذه التكنولوجيا وبعد كده بننشر هذه الأفكار زي البرزنتيشن اللي احنا بنعمل النهاردة أو دويك أستاذ جمعي بعلم حتى الولاد اللي أنا بادرسلهم بعد هذه المبادئ زي مردو بما حفرك حضراتكو على التجربة ان شاء الله كاملة ايه هي الاهداف التصميمية اللي أنا جمعتها من خلال كل الشرح اللي أنا وصلت له قبل كده من والوات والواي والهاو هم مجموعة العشر مبادئ التصميمية دي ودي خاصة بي أنا مش بالناس اللي نظمت المسابقة الناس اللي نظمت المسابقة كانوا طلبين أول ثلاثة أو هم الحقيقة ما طلبوش لكن كان المعتاد دايما أو الثلاثة حاجات اللي مكتوبة باللون الأحمر كانت هي دايما اللي معتاد عليها في الملاجئ الخاصة باللاجئين رقم واحد الموبيليتي انها تكون سهلة الانتقال يعني تبقى العملية المسكن دا مش معمول مثلا من خلصانة أو الطول فوانس ان انت بنته في مكان ما تقدرش تنقله في مكان لا يبقى انت لازم يكون قابل للانتقال رقم اتنين يكون يكون وزنه خفيف لانه هو فعلا طالما حينتقل فانت محتاج انك تنقله في حالة الازمات الوزن الخفيف ده يفرق معنا جدا جدا لعدم توفر الامكانيات في حالة حدوث ازمات سواء كانت الازمات دي مفتعلة بفعل الانسان زي الحروب لا سمح الله او بفعل الطبيعة زي الزلازل والبروكين وما الى ذلك رقم ثلاثة الكمباكتنس او انها تكون مضغوطة بحيث ان ما فيش اماكن كبيرة للتخزين لان فعلا اللاجئين او الملاجئ دي او الشلترز دي في حالة عدم استخدامها انت لازم هتخزنها في مكان ما لكن وانس ان المشكلة تحلت هترجع تخزنها تاني في نفس المكان فانت محتاج مكان يكون شوية او مكان يمتص العدد الكبير جدا من الملاجئ اللي احنا هنعملها والحد هنا كده هنشد خط وده كان دايما المعتاد في الملاجئ بتاعت المنظمات اللي بتعمل في الارغاسة لكن لما جيت عملت البحث ده وبديت اشوف حتى الناس اللي اشتغلت في هذا المجال والانتروفيوز الخاصة باللاجئين والمشاكل الموجودة هتلاقي فيه اخبار كتير جدا واليوتيوب مليان بكتير من الناس اللي بتحكي عن معاينتها ومشاكلها فانت هتلاحز ان انت محتاج رقم اربعة يعني عملية تشييد او مش هنقول تشييد عايز اقول ايه او انك تفرد يعني او توقف الملاجئ ده محتاج اشخاص غير متخصصين لعدم طرفهم برضو في حالة الازمات يعني ممكن الناس العادية هي اللي تقدر تبني او توقف الشلطر ده وتستخدمه رقم خمسة وده مبدأ مهم جدا تكلفة قليلة حتى لو كانت دولة عظمى حتى لو كانت دولة غنية لكن مع الاعداد الكبيرة للناس انت محتاجش يكون تمن وكمان رخيص رقم ستة ديورابيلتي او الموضوع يتحمل معك انت في حالة اي ظروف صعبة انت مش عارف المدة الزمنية اللي اللاجئ ده هيقعد فيها محتاج يستنى فيها من البرد ومن الشتاء ما انتش عارف ممكن يبقى يومين تلاتة ممكن يبقى اسبوعين تلاتة ممكن يتبقى شهور وبعد اللقوات بتصل الى سنوات فالديورابيلتي مهمة ما انفعش الناس دي بعد يومين تلاتة يتوقف المالجأ ده عن اداء وظيفته هتبقى من المشكلة رقم سبعة مهما فكرت في تلبية احتياجات الناس فلازم يكون فيه المرونة التصميمية الكافية عشان تنتص احتياجات جديدة انت ممكن ما فكرتش فيها ممكن تظهر مثلا انه سمح الله وباء جديد في مجتمع اللاجئين اللي هو غالبا بيكون مكان غير صحي مكان ممكن تنتشر في الامراض ممكن تنتشر في حرب بيولوجية مثلا معينة لا سمح الله مشكلة معينة احتياج طبي احتياج مجاعة معينة فلازم يكون عندك مرونة تصميمية رقم تمانية ساستينيبليتي او الاستدامة البيئة في اللي احنا بنعمله ده ايه هل احنا هنلوس البيئة ولا هنحفظ على البيئة رقم تسعة يعني بعد ما تنتهي حتى دورة الحياة الخاصة بالملجة ده ما يترميش يمكن استخدامه او الملجة نفسه يكون مصمم او يتم تصنيعه بمواد هي اريد خلاص مش محتاجينها بدل ما هتترمي في الزبالة لا احنا ممكن نستخدمها من اول وجديد واخر شيء يعني الملجة ده قدر المستطاع مش هنقول مية في المية بس قدر المستطاع يقدر يأمن لنفسه احتياجاته الاساسية من الانارة من الطاقة من الماء وممكن يمكن في يوم الهام كمان من الغذاء لان دي كلها بتكون وده الدول دايما مش بتحب تستقبل اللاجئين لانها بتروح باقتصادها بسبب البندر وخمع عشر وهي حيصرف عليهم منين حيأكدوهم ويشغربوهم ويشغلوهم ازاي فاحنا بنحاول نعمل تقليل للبروبلم او بنحاول نعمل ازاي ما في الجماعة دول صحيح هنا ممكن ما نقدمش حلول مية في المية لكن في نفس الوقت لازم نقرب المسافة شوية وبالعلم ان شاء الله واحدة واحدة ربنا وفقنا ونظر ان احنا يعني نلغي هذا الاحتياج بالكامل طيب ايه هنا المبدأ التصميمي القديم انا كنت دايما الحقيقة لاول ما بسمع كلمة اليابان انا عارف ان جماعة اليابانين عندهم طراث غني جدا جدا ضرب في القديم في التاريخ وعندهم كم من العلوم وكم من الفنون عالي جدا جدا كان ليا صداقة كثير جدا من الناس اللي كانوا بيدرسوا العلوم اليابانية والفنون اليابانية وكنت دايما مزهول بثقافة الزن اللي موجود عندهم والزن نقدر نقول كده بدون ما ندخل في الأمور الخاصة بالعقيدة بتاعتهم بس هي perfection of life perfection of life يعني كان دايما هدفهم هو بيعملوا كل حاجة في الحياة بدقة شديدة جدا فتلاقي مثلا اللي هي حفلة الشاي بتاخد منهم خمستاشر دية ولها تقوص معينة كل حاجة بيعملوها بدقة شديدة بإتقان شديد فمن ضمن الفنون المتوارسة عندهم الورجامي ارت او فن طي الورق والحقيقة لما بحثت في التاريخ بتاعه كنت بيدفع الفضول العلم كنت عايز اعرف تاريخه بدأ منين بدأ ازاي فلاقيت ان التاريخ المحدد مش معروف الا ان هو المؤكد ان هو قديم جدا 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 الميزة الحقيقية ونراكز مع بعض في المبدأ ده لان ده اهم مبدأ حينعكز بعد كده على الشلتر اللي انا بتكلم فيه اهم مبدأ ان انت من غير اي امكانيات متاحة حتة ورقة فقط حتة ورقة واحدة بس بالكتير من المعرفة والعلم تقدر تحول هذه الورقة الوحدة بدون استخدام مقص يعني مفيش قص خليب لك ولا تلزيق الى اي او اي شكل موجود عندك الصورة الجميلة اللي احنا شايفنا بتاعت الطائر اللي بيتيه ده مفيش اي مقص استخدم فيه مفيش اي لز استخدم فيه لكن الحاجة الوهيدة اللي استخدمت هي العلم المعرفة انه عشان يقدر يحول هذه الورقة الوحدة الى الشكل الجميل اللي احنا شايفينه وحتى لا يختلط علينا الامر فيه فنون كتير فيه فن الكريجامي فن الكريجامي اللي هو فن قص وطي الورق مختلف عن الكريجامي والكريجامي جميل ممكن تعمل المكيت كامل وبعدين تطبق واتحطه في جيبك وبعدين تجي تعمله افراد في مكان ما وانا بشتغل في المسابعة كان عندي الحيرة هل اشتغل الكريجامي ولا اشتغل الكريجامي وهضراتكم بعده تقدروا ترجعوا تشوفوا على الجوجل الفرق بينهم ما حتى اللي عنده فضول علم مهاني وحابب يعرف الموضوع فكان ده الفن القديم الاوريجامي بعد كده لقيت ان بعض المعمعين اليابانيين برضو من نفس الثقافة النبع زي شجير وبان كان بيرحب جدا بفكرة وراجب ده جميل اوي وخلي بالك من الكلمات هو وقال لك يعني حتى النظام الانشائي مش لازم يتم استخدام خامات قوية عشان تعمل نظام انشائي قوي انت ممكن تصل الى نظام الانشائي القوي بس باستخدام خامات عادية فمش لازم تكون حديد مثلا ده طبعا رائد العمارة الورقية والراجل ده حصل على حاجات كتير جدا جدا جوائز كتير جدا في مجال العمارة وتميز باستخدام الورق المقاوة او وعمل حاجات مذهلة يعني محتاج ان احنا لازم ندرسها ونتوقف عندها ومن هنا كان جزء من الخاص بالمسابقة ان انا شوف الراجل ده عمل ايه وهل فعلا اشتغل في الموضوع ده وكان المذهل في الموضوع انه علمنا حاجات كتير في الملاجئ الخاصة باللاجئين ونجح في تصميم ملاجئ الامر المتحدة فشلت في عملها وكان بيحكي في كتير اوه عن التجارب الخاصة به ومن هنا كان برضو النقطة التانية بس انا ملاقيتش الحقيقة كان خاصة بشجير بس لقيت فناخد بالنا عشان برضو الفور تكون واضحة من كل حاجة والتاني بعد كده لما بدأت بحث بقى في الاوريجامي هندخل بقى دلوقتي جماع في العمق اكتر لقيت ان في انماط كثيرة جدا وعلم الباترنز ده علم واسع جدا في اشيء اسمه علم الباترن دايما بحب داريس سنة اولى في كليات العمار وكليات التصميم الداخلي وتصميم الباترن ملخص وانه بيعتمد على حاجتين تصميم لوحدة وبعدين قانون يحكم تكرار هذه الوحدة فمن هنا لما بدأت تدرس الباترنز الخاصة بالاوريجامي كان قدامي فيه باترنز كتيرة وقع الاختيار على نوع من انواع الباترنز اسمه اليوشي مورا باترن ويشي مورا ده كان برضو احد العلماء اللي غانين اعتقد من الخمسينات طور نوع من انواع الباترن اللي انا معلم عليه بالخط بالمربع الدوتر الاحمر ده وده اللي انا عجبني بس اليوشي مورا داية هتلاحظوا ان هو لكن فكرة دي لو احنا عملنا لها مية وتمانين درجة هتتحول الى ومن هنا لقيت ان فعلا بعد البحث يعني في بعض الاوراق العلمية او الاوراق البحثية وقعت على جدا انا كتب اسمها جدا انت عملت كانت في جراز يونيفرسي بيتكلم على الفروقات الموجودة بين الشلترز وبعضها اللي بتعتمد على فكرة هو نفسه فمن هنا كان الموضوع طب الناس اريدي يعني حصل تطوير طب ايه المشاكل اللي موجودة هنا واللي انا محتاج بقى ان انا اطورها عشان نكون فيه من هنا بدأت برضو افكر تاني طب الناس لو وصلت لهذه الحلول فمن المنطقي ان ده في حد ذاته يكون ملجأ او يكون شلتر ثمنه رخيص خفيف كمباكت يعني ممكن يطوى وموبايل ممكن يتحرك ويتنقل في مكان جديد يعني تقريبا بيجاوب على عشر اهداف تصميمية اللي انا يمكن ذكرتها من قبل والقيت فعلا بعض المحاولات الجدة لبعض الناس وبعض المؤسسات اللي استخدمت الفكرة دي بدأت تطورها والميزة اللي موجودة في الموضوع انها قطعة ورق بس طبعا في الحالة بتاعتنا مش هتكون ورق عادي حيكون زي ما تعلمنا من شجير وبان يعني هو الحقيقة خلط او مزج كل الهداف اللي فاتت دي كلها جاي خطوة بخطوة انا بحكي لكم على القصة بتاعت التصميم لحد ما وصلت في الاخر للتصميم طيب بعد ما بحثت في الماضي جاه دور البند التاني في المانيفستو اللي انا اتكلمتي فيه وهو التكنولوجيا الحديثة والحقيقة حدث ولا حرج الجماعة اليابانين كانوا الحقيقة يعني شاطرين اوي اوي في تطوير خاصة بالفنون الخاصة بيهم وانا اتمنى يا رب احنا في مصر كمان احنا عندنا يعني طراص عالي جدا اتمنى في يوم الايام نشوف نفس العلمية دي ولقيت كتير موجودة على الانترنت بتصمم فمن هنا لما عملت تاستين كده طبعا في بعض زي السوفتوير اللي تحت على الشمال ده كان اللي حد ما معقد بالنسبة لي لان كان فيه علم بقى اكتر انت كل ما بتترغل في مجال ما بتكتشف اني فيه اعمق فيه مجال اعمق فالحقيقة انا استخدمت السوفتوير ده اسمه وحضراتكم هتلاقوا موجود على الانترنت وتقدر تصمم عليه وبعد كده بالاستعانة شوية بالسكريبتينج الخاص وشوية قدرت ان انا اوصل في الاخر لشكل الباترن اللي انا صممت به ففي الاخر وصلت للاربع اللي حضراتكم شايفينه وفعلا في المرحلة الاولى كان من المفترض ان انا حسن من الاربع بروتوتيب دي بس في اثناء عملية التصميم وتطوير التصميم ده بقى شغلي انا الخاص اكتشفت ان كل دول على فكرة وكل دول بالمناسبة نفس التمبلت الفرقات بينهم في الاطوال في اطوال طي الورقة يعني بطع منهم بتبقى اطول من التانية الباترن او الزوية ممكن تبقى مختلفة لكن تقريبا هو نفس شكل الباترن هو هو لكن المشكلة اللي ظهرت معي لما عملت الفكرة التصميمية ديت ان كلهم اللي هوا شايفين حضراتكم الخطوط الدوتد اللي قدامنا باللون الأحمر هتلاحظوا ان كلها افقية طيب ده يسبب لي انا مشكلة في ايه الحقيقة الشلطة اللي انا كنت عايز اعمله هما صحيح الطلب مننا انه يكون بس هما الجماعة المنظمين المسابعة قال لك والله اللي حاب بيستخدمه ما عندناش مانع ومن هنا جات لي الفكرة او المرونة التصميمية المفروض ان الشلطة ده يستخدم ممكن لاستخدامات الداخلية يعني تحت سقف مغطة او لاستخدامات الخارجية يعني في طيب لو الدنيا برى في من الطبيع ان الدنيا هتشتي دنيا هتمطر لو الدنيا مطرت هتحصل عندنا مشكلة في الحتة اللي بالخط الخطوط اللي هي باللون احمر ده بيسموها الفالي او الوادي في حاجة اسمها الاج والفالي الفالي اللي هو المكان اللي بيتجمع فيه الشتة او المطر طب ما كده هتقابلنا مشكلة ففعلا هنا الموضوع يمكن يبان لبعض الناس انها يعني ملحوظة طفها لكن هوا الحقيقة كانت مرهقة جدا جدا تصميميا فبدأت اعمل تطوير تاني development للفورم بحيث ان ما يكونش فيه اي خطوط افقية وبالتالي الجأ ان الخطوط كلها تكون ميلة ومش بس ميلة وقلت ان مية المطر دي ممكن تتجمع في وقت من الاوقات كمان وتستخدم كعنصر للشرب يتعمل لها فلترين مثلا مية الشترة هتكون انضف مية هكيد انضف من المية هتتجمع من الارض او من المحيط وبديت اعمل فعلا البروتوتيوب الاولاني واستخدمت بعض التكنولوجيا او بعض اللي حكيتها لحضراتكم عشان اقدر اوصل للافراد الكامل لهذا وبعض السريعة كده كنا محتاجين ان احنا برضو لازم نعرفها كشغل هندسي عشان نقدر التنفيذ يتم بسهولة فكان الوزن للشلتر اللي حضراتكم شايفينه ده اللي هو ممكن لفرض واحد او فرضين بكتير قوي يناموا جنب بعض اتنين متر في اتنين متر كان الوزن اتناشر كيلو جرام اتناشر كيلو جرام يعني ممكن اي انسان بادر يشيله بسهولة المساحة المستهلكة من الكاردبورد هتبقى تقريبا واحد وعشرين ونص متر معبع ودول ممكن نجمعه من كاراتين قديمة يعني كاردبورد قديم ويتم لزقه ولسه لسه النهاردة الصبح يعني سبحان الله انا بكلم حضراتكم من اربع ساعات بالزبط يعني الساعة تقريبا اربعة حضراتنا بدأت تمانية كنت بعت ايميل ليهم بتاعت التنفيذ احنا حاليا الحمد لله في مرحلة فبديتها اديهم بعض زي هتتنفذ وهم بعتولي حتى الرد بتاع المصنع بتاع الكاردبورد قالوا لي فيه بعض المشاكل وطبعا ده طبيعي يعني لازم نبدأ نشتغل فيها الطول حيكون اتنين متر العود اتنين واحد من عشرة الطول يعني التاني واحد وتسعة من عشرة يعني المدخل هيكون المدخل بتاع بابين والمخرج كمان بابين وده كمان ليه سبب سميتهم حتى بالتسميات المقدمة هي المقدمة هي المقدمة والخلفية هي يعني عندك مخرجين ومخرجين وحاول لحضراتكم السبب ليه لازيل مخرج حاليا بالنسبة لل كلها ميلة يعني هيكون فيه ميول طفيف هنا وهنشوف بعد كده في الخطوة اللي بعد بعد كده بديت اعمل حاجة اسمها أو قوانين التجميع القوانين التجميع هي القوانين المختلفة اللي ممكن الشلطة يقدمها عشان تدينا حلول تصميمية مختلفة تلائم جميع الاحتياجات والانشطة اللي ممكن المجموعة من اللاجئين يحتاجوها مع بعض فقلت ابسط مثال اللي كان مطلوب في المسابقة هو رقم واحد بس لو حبينا نعمل امتداد هل ممكن الموضوع يكون فيه يعني يتحول الى فطبعا كان من الطبيعة طب ازاي حجم مع وحدتين مع بعض من البحث لقيت ان اسها الحاجة هي الافيز البلاستيك اللي احنا بنجمع به الاسلاك الكهرباء هو نفسه الافيز البلاستيك اللي كان بتستخدم 8 رخيص عددها كبير موجودة في السوق وممكن يتم انتاجها من البلاستيك المعاد تدوير يعني بيتلقم مع التصميم بتاعي في كل حاجة وجود المدخلين او وجود البابين هيتحلين ان احنا ممكن نعمل تفريع او والبرانشينج والبرانشز ديت هتبدأ من مدخل واحد يتفرع الى وحدتين ملسقين لبعض لكن كونوا من الورق وكونوا قابل للطاي فانت ممكن كمان تجمع الطرف احد الاضلاع او احد الواجهات الجانبية برضو بالأفيز بلاستيك بحيس تبدأ تديلك زاوية ووجود الزاوية دي هيبدأ يديلك تشكيل دائري فانت كده غيرتها من طبيعة الى الطبيعة ووضع الطبيعة مع الطبيعة المدخلين فممكن دا يديلك كمان تصميمات اخرى تانية وهنا بقى انا هتوقف عند رقم ستة لان الحقيقة بعد ما صممت الوحدة دي انا ما عنديش لسه تخيل هما هيحتاجوا ايه اكتر من كده لكن حطوك هذا المجال لاحتاجات الناس انا عندي دايما المبدأ دا قديم وتعلمناه من زمن او الحاجة ام الاختراع ربنا يعني عافينا جميعا يا رب الناس الله عفو العفو لو تحطينا في موقف زي دا انت حتلاقي نفسك في احتياجات جديدة اتكونت انت مكنتش عاملها في الحسبان وبالتالي لازم يكون التصميم كفاية عشان يترك للناس حرية وضع الحلول اللي تتدائم مع احتياجاتهم الجديدة وبدأت فعلا اعمل بعض المقترحات حاولت ان انا وأشوف احنا ممكن نعمل ايه فبديت ادي مثلا الحلول شوية بحيس يبقى فيه قدر من لأكتر من فرض من افراد العائلة لو حيناموا كلهم بالليل مش على خط واحد التفريعات اللي حتدينا او فراغين متجمعين بمدخل واحد فراغات طويلة فراغات او تلتاو بعد دا ما فيش حاجة اسمها دائرة كاملة ما نقدرش نعملها لكن تلتاو بعد دا عشان تتحلك وجود مدخلين مدخل امامي وجانبي ودمجة او جامع التكوين الدائري مع الخطي دي كلها او المفردات او حقيقة عفوا القواعد اللغرية القواعد اللغة البصرية اللي حاولت ان انا انشئها من المفردات احنا هنا بنتعامل اجامعة مع ابجادرة بصرية زي الابجادرة بالزبط كلمات بتحطها في ترتيب معين تانية مع تالتة تدي لك او جملة والجمل دي تدي لك الاخر او قصة فهو كان نفس المبدأ او نفس الابروتش ان انت بتتعامل مع المفردات التصميمية كأنها ابجادية والابجادية دي انت بتترك بقى تشكيل الجملة لليوزر مش ليك انت انت اديتهم الابجادية اخترعت لهم الابجادية والابجادية دي عشان تكون بسيطة وتمنها رخيص فهي مكونة من حرف واحد فقط لكن لما بتحط عليه التشكيل ايه درق الحرف ده يدي لك معاني مختلفة والتشكيل هنا مش القصد بيه طبعا الضمة والفتحة والكسرة التشكيل هنا هو قابلية التغيير في الشكل للوحدة اللي احنا شايفنا ملحوظة سريعة اه اتمنى حضراتكم تلحظوها هتلاحظوا ان الاج بتاعي الباز صحيح افقي لكن الفاليز او الوديان عندي ما فيش ولا واحدة منهم افقية كلها ميلة وعايز حضراتكم كمان تلاحظوا الفتحات السودة الصغيرة اللي هنا لان الفتحات دي هي كانت القصة اللي اتعاملت بسببها الميول ديت اه الفتحات دي لها كزا هدف الحقيقة هيبان في السلادز اللي جاي زي ما قلت لحضراتكم مفيش عندي اي فالي اوادي اه داخل لجوه افقي عشان تقدر المياه انها يعني تنزل بسهولة من على السطح بتاع الفتحات اللي موجودة دي هيكون لها تلات اهداف هي اولا هي باي ديفولت بيكون مغطاة ببلاستيك نايلون بلاستيك نايلون شفاف وده التصميم هيطلع كده يعني حيتنفذ وطلع كده لكن في الاساس لو هو فقط يعني ضل زي ما هو بلاستيك نايلون شفاف فهو حيدينا ناترول لايتينج عيدلك اضاءة طبيعية عن اقل فترة النهار الفترة بتاعت الصباح كله بالكامل هتبقى كده ولو الوحدة دي موجودة في ملعب او في صالة مغطاة عفوا فالصالة مغطاة مجرد ما هتنور الوحدات دي كلها هتبقى مضاقة معانا يبقى انت كده مش محتاج توصل اضاءة لكل وحدة او لكل شلتر لكن لو اليوزر حابب ان هو يفتحها ممكن يفتحها فتديله وتبقى فتحها سهل جدا يقطعها بألم بكتر بصوبة وحتى بشدها الفتحة دي تتفتح او واحدة او اتنين بالكتير او في الشلتر كله هتديله ولو كان الموضوع ده في فدريت ان انا اطور ببعض البلاستيك او البولي بروبيلين ممكن بسهولة جدا انك تجمع بعض المياه في الامطار في الايام المطيرة او الايام الشتوية فتحصل في الاخر على مليانة كلها بالمياه النظيفة برضو الموضوع ده الحتة الاخيرة بتاعت المياه دي ما زلنا بنتطورها مع الشركة الياباني او مع الجماعة اليابانيين بحيث ان احنا يبقى تمنا نرخيصه وتبقى دي مجرد يعني طبعناها وبعد ما تحطها وبعدين حابب تفكها تاني تفكها فاخترحنا ان بدل ما تكون بولي بروبيلين اه يعني مواسير بحيث انها يتم طيها وجمعها وفردها وتبقى سهلة جدا لو مش محتاجة انك تفكها وترجع تقفل تاني اللي موجود مع الحفاظ ان لازم تبقى كل الحلول دي نكونش فيها اي حاجة لمكلفة ولا بتعتمد على تكنولوجيا حديثة بعد كده حبيت اعمل تصور كامل اه لمكان في عدد كبير فبديت اقترح على الناس قلت لهم والله جماعة من وجهة نظر المتوضع اللي ممكن تبقى محتاجة قدر من التطوير لان انا الحمد لله ربنا يعني ممكن انا ما كنتش لاجئ لكن انا درست الناس دي محتاجة ايه فحطت لهم طلبهم الاساسي اللي هو يكون جوه الاسوار او جوه الحوائط بتاعت الصلة المغطرة اللي موجودة على الشمال لكن ادت لهم الفكرة طلبهم والله دا ممكن ينتقل بسهولة جدا بعربيات بسيطة لانها روالا كلها من الكارتبورد كارتون خفيف وممكن مع التشكيلات المختلفة اللي كنتنا اشتعب لكده تقدر تصل الى حاجات جديدة فممكن تعمل مثلا تعمل عيادات صغيرة ممكن تقوي مجموعة من الاحتياجات الاساسية لو عملية اللجوء دي او عملية الازمة طالت عن الوقت المتاح وده كان التصور دي الحقيقة كانت مسابقة تانية بتعتمد على نفس الافكار التصميمية بس دي ما كانتش متقدمة لليابان دي كانت متقدمة اه الابرس واليونان التوليتين دول اللي كانت اه من 2011 اعتقد كانت المسابقة دي وبرضو ربنا اكرم الحمدلالب جايزة فيها وكانت الفكرة بس ما كانتش معمولة من الورقة هي نفس الفكرة لكن كلها معمولة من البلاستيك المضار تدويره مع النيلون او الكياس النيلون اه المقوة اللي هي سميكة شوية لكن كلها بلاستيك ويعني الفكرة متشابهة جدا مع الفكرة اللي فاتت مع اختلاف الديمانشنز هنا الموضوع مختلف شوية لكن الفكرة الافكار التصميمية واحدة وهنا كانت المفرد ان الوحدة حيتم تصميمها بالشكل المسلوب ده يعني هي مش هتبقى بتطوى حتى وبتتفرد عادي لايه انت ممكن هي البداية بتاعتها كده بحيس ان الـ 2 units حتكون معانا شكل مربع يتلقى انه يقوي شخصين وبعد كده على حسب الاعداد بتقوي ممكن اسرة كاملة فيها وبرضو هنا حبيت ان انا ادخل اكتر في المفردات او في التكوين اللغوي للغة البصرية للشلتر الموجودة ودي كانت طبعا هو تفكير هندسي اكتر او تفكير شخص مهندس بس في نفس الوقت المهندس المعماري ما ادعش يكون مهندس معماري ناجح من غير ما يشوف باللترالي تينكينج المجالات التانية فيمكن هنا انا دايما بشبه ان اللغة بتاعتنا المعمارية مشابه جدا للغة المكتوبة والمسموع زي اللغة العربية او اللغة الانجليزية او اي لغة بتتبع قواعد ولها فكان دور المشروع ده انه يحط القواعد اللغوية او النحوية او اللي حيطلع منه لكن لا يقترح معينة يعني انت هتحطوهم قواعد التجميع وتتركها هما اللي يقرروا الجملة اللي هما هيحتاجوها او التشكيل اللي هما هيحتاجوه بناء على المتطلبات وعلى متغيرات الموقف وهم اللي يبدأوا يحطوا شرطهم لكن بنفس الفكرة وكان طبعا هنا الهايدروفوبك كفر سواء في المشروع ده او المشروع المشابه ليه اللي فات كان مهم جدا ان انا افكر ايه هو الهايدروفوبك كفر الهايدروفوبك او كلمة هيدروفوبك اللي هو شيء مقاوم لزي اللي احنا نسميه يمكن مجازا الووتر بروف فالحقيقة هنا لقيت في الووتر بروف كان المشروع ده مستخدم بلاستيك فيلم شريط او شيط خفيف جدا جدا نفس الشيتس اللي حضراتكم هتلاقوه موجودة فين الكبايات الورق اللي بتشربوا فيها ادنس كافية او بتشربوا فيها الشاري او القهوة او في اي مكان ما بتروح كافتاية زي ستاربكس او اي كافتاية بتمسي الكباي الورق دي لما بتحطي فيها مشروب ساخن ليه مش بتسقط او ليه مش بتسرب لانها مغطرة من الداخل ببلاستيك فيلم هيدروفوبك وده كان مصدر الوحي بتاعي ان انا بديت ابحث في الصناعة هشوف الناس اللي بتصنع الكبايات الورقية ايه المادة او ايه الخامة اللي هما بيستخدموها وبديت فعلا لقيت الخامة دي اولا خامة رخيصة موجودة متوفرة بدليل ان الكبايات دي بيطلع منها ملايين كل يوم تقريبا بيانتج منها ملايين ويمكن مليارات كبايات الورق تقدر تدخل السوبرماركت لقي كبايات فده معناه ان الخامة دي فيه مصانع وفيه خط انتاج خطوط انتاج كاملة موجودة ولانا سمح الله في حالة الازمة فانت هتلاقي عندك ستوك ضخم جدا من هزي الخامة تم استخدامه والفرق بين المشروعين الحقيقة يمكن عشر سنين يعني المشروع دي كان الفين لا اعرفهم مش عشر سنين اقل ده كان في الفين وعبعتاشر المشروع اللي فات اللي انا عرضته كان في الفين واحد وعبعتوا في الفين واحد وعشرين في يعني انفار بينهم بتاع سبع سنوات ولا حاجة لكن مع البيبر او مع فكرة الورق ما قدرتش ان انا اطبق معلش هنرجع ما قدرتش هطبق فكرة البلاستيك فيلم ده لكن لقيت حاجة افضل وهي سبري موجود وبيتم تصنيعه برضو يعني بانتاج كبير سبري ده مجرد ما بترشه على الورق بتقفل مسام الورق وبيعمل بنفس الكفاءة زي البلاستيك فيلم لكن الميزة انه هو حيكون اقل في التكلفة كتير ومش لازم كل الشلتر اللي حتكون مصممة تكون هايدروفوبك يعني لو فيه شلتر موجود في الاندور خلاص انت خلاص يوجد فيه كوفر فيه حيطة فيه سقف عفوا سقف ده حيحمي الشلتر لكن فالاوتدور هي اللي ممكن تترشي الاول او البيبر بتاعها اللي يتم معالجته حيس يكون هايدروفوبك ده مشروع تاني صغير كان موجود الشركة اسمها مش شركة هي مؤسسة اسمها وكانت فكرة بسيطة سمتها ودي عبارة عن برضو شلتر محمول صغير ممكن يتفرد بها زي الامبريلا لكن يجمع لك المياه كلها في مكان واحد مياه نظيفة يعني مياه الشتاء او المطر برضو يهد الفج او الديو او الشابورة يعني وتبقى فوج نت لكن في نفس الوقت لو فيه شوية هوا تتحرك فممكن باستخدام تكنولوجيا يعملك توليد لبعض الطاقة لكن مجاود ما هتتفرد ده نفس فكرة الشمسية بالزبط بس حجمها اكبر شوية وحتى حجمها اطول لكن لازم يكون وزنها خفيف لكن هنا كان التصميم عدى كمان المرحلة انه ممكن تتفرد اكتر وتعمل زي خيمة صغيرة ده كان الساينس اللي هو الموضوع وممكن تدينا حتى بعض التهوية البسيطة وده كان مشروع ما اخدش كتير من الدراسة يعني زي المشاريع اللي فاتت لان كانت الفكرة من البداية يعني الحمد لله حازت على الاعجابة حازت على بعض التميز بس ما كانتش بتناقش وقتها نفس المتطلبات التصميم فالتصميم هنا كان مشكلة ان هو غالي شوية لانه بيعتمد على بعض التكنولوجي او بعض الهايتك وبعض الخامات اللي ممكن تبقى غالية فهنا مش هقدر اقول ان ده يعتبر حل للاجئين لكن حل مثلا للمونتونيرز الناس اللي هم بتسلقين اه جبال بيبقى عندهم شوية فلوس اكتر شوية فممكن يشتري حاجة فانسي بالمنظر ده وبعده اه تبقى شلتر او مقوى يعني اه عملي نيجي هنا بقى للقصة احنا كده شفنا المبدأ الاولاني اللي هو الماضي وشفنا المبدأ التاني اللي هو استخدام التكنولوجيا العصرية المبدأ التالت الاجيال اللي هتيجي في المستقبل هتوصل لها التجربة دي زي والحقيقة الصورة دي دايما من اجمل الصور اللي انا بحبها ده كان اول ملجأ من الملاجئ اتعلمناه في العصر الباليوليثيك ايج في الباليوليثيك ايج اللي هو العصر الحجري الاول الملجأ ده كله معمول بعظام الممث الممث ده كان حاجة كده كائن زي الافيال وانقرد يعني من قديم الزمن ومغطر بالجلود حتلاحظوا حضراتكم ان الجلد مغطي الجزء العلوي اللي فوق اكتر عشان الشطر والمطر فده فعنا الملجأ كان موجود وده انا بدارسه في كورسة تاريخ العمارة من ضمن الملاجئ المهمة طب ايه قصة الملجأ ده الملجأ ده يعني او كان فيه راقي جدا ومتقدم جدا جدا باستخدام خامات محلية موجودة كانت متاح في هذا الوقت كانت المجموعة اللي بيعيشوا مع بعض اللي كانوا بيكونوا بداية فكرة القبيلة اللي هي كانت بتشابه الأسرة في الاجتماعي بتاعها كانوا بتعاونوا في عملية الصيد فلما بيصطادوا ماموث كبير عشان يكلوه حتى أو يعني يتغذوا عليه ما كانش عندهم حاجة اسمها ويست ما كانش فيه فكرة فيه دايما حاجة اسمها أو زيرو ويست فكان حتى العظام لا تترك للعراء حتى الجلود لا تترك للعراء بيعاد تدورها ويعاد استخدامها عشان تعمل الملجأ ومن هنا وانا بدارس التاريخ طلبت من الولاد اللي عندي الحمد لله دلوقتي يمكن بقى لي ثلاث سنين نفس ان هو ياخد اي نوع من انواع التمانية وكان على سبيل المثال الماموث مولدوفا ياخد اي واحد من الشلترز الموجودة دي فيه تمن انواع مختلفة الحقيقة مش بس ده ويعمله عملية تحليل كامل وبعد ما يعمل عملية تحليل ويفهم ازاي تبنى يعمل نفس الملجأ ده بس باستخدام خامات كلها موجودة والمفاجأة أو الصدمة أنا أسف فلانا هقوله لازم الخامات دي تكون من اي مكبس بالا من اي خرابة او مكبس بالا ينزل يشوف ايه الخامات اللي موجودة خشب مكسر مرسير قديمة براميل حديد قديمة عربيات مكسر اي حاجة قديمة وكان السيناريو ان انا ده كورس تاريخ عمارة بالمناسبة ده مش كورس ديزاين ولا كورس ملاجئ ده كورس تاريخ بس تاريخ العمارة في مفهومي انا او ترجمتي انا الشخصية مش هينفع يكون فعلا كورس مفيد الا اذا طبق او النور هاو بتاعت التاريخ ده في الحياة العصرية بتاعتنا اللي احنا عايشينها وهنا كان مخاطبتي للاجيال المستقبلية اللي هما طالبة بتاعنا او الاجيال اللي هتيجي ان شاء الله في خلال السنوات اللي جاية قلت لكل طالب انت ممكن تكون في الاخر مسؤول عن مجموعة من اللاجئين ولازم تتصرف كونك انت المعماري الوحيد فيهم فلو حضرتك معماري ودارس دراسة اكاديمية معتمدة من احد كليات العمارة يبقى لازم تتصرف هتتصرف ازاي انت درست في تاريخ العمارة الملاجئ القديمة اعمل لي بنفس الملجأ بتاع المامث ملدوفا بس باستخدام الخشب المكسر شوية كياس نايلون اي حاجة هتليها في مكابل زبالة صورها واستخدمها وزي ما قلت لحضرتك ده على سبيل المثال فبدأت فعلا المجموعة الطالبة اللي عندي كل واحد يبدأ ياخد مثلا ده اخد نوع تاني من عنواع الشلترز بنسميها احنا lean to structure اللي هو الانشاء او النظام الانشاي اللي بيستند على ممكن جزء شجرة صخرة اي شيء رأسي وبدأ يعملوا المكتات فهذا هنا مثلا اشتغل بال وحابب ياخد ويعمل به تجربة تانية كانت او الخيم بتاعت العصر الجديد كانت برضو ده احد انواع الشلترز اللي كانت موجودة وبدأ هنا برضو يستخدم على ما اتذكر يعني كان فيه كذا حل احد الحلول كان بيستخدم اللي هي الكياس الغلة او كياس الغلال واحد تاني يستخدم برضو واحد تالت يستخدم بعض الالواح وكانوا بيعتمد على استخدام المواسير البي في سي جوه بديل عن غصون الاشجار اللي كان بتستخدم في الماضي فكان هنا عملية الابداع الحقيقة كل واحد كان بدأ يعني يبتكر نوع جديد هنا استخدمت الكياس النيلون وقالت انه ممكن نلاقي شيتس من النيلون هي اللي تستخدم نوع تاني من انواع وهنا يبقى كده الدورة بتاعة المانفستو اكتملت من وهنا انا كنت الحمد لله سعيد ان الموضوع تحول من المشروع يعني الفكرة امتدت من الاكاديمية او من دراسة الاكاديمية الى المشاريع الفعلية حننتخل دلوقتي للجزء التاني اللي هو المشاريع الصغيرة او بنسميها احنا وده من المشاريع ان انا الحقيقة بحبها جدا جدا روبك كيوب او مكعب روبك وده كان ربنا اكرم به الحمد لله في جائزة حسن فتح للعمارة في سنة 2013 في التصميم الداخلي المستدام فكرة ايه الموضوع دايت فكرة روبك كيوب ببساطة هي اربع اوض متجمعة في اوضة واحدة الحقيقة لما بقول دايما كلمة روبك كيوب فيه ناس كثير مش بتبقى فهمة روبك كيوب او بتسيق فهمها يقولك والله روبك كيوب مش دا المكعب بتاع اللعب هو فعلا دا المكعب بتاع اللعب فالناس بتتوقع انهم هيشوفوا مثلا واجهات ملاوينة والمكعبات يحصل فيها هو الحقيقة مش كده اللي يدرس روبك كيوب حيلاقي ان دا كان تم تصميم وعن طريق عالم الواضيات وكان عمل كتير جدا او كتير يعني مع التبديل والتوفيق لكل الواجهات المختلفة لو حضراتكم شايفينها دي يقدر يصل الى حلول الرقم دا لو حد فيكو عارف اقراه دا رقم الحلول اللي ممكن تنتج من روبك كيوب الواحد اربعة وثلاثة من عشرة مضروبة في عشرة للأسط الساعة عشر يعني دي الحلول المختلفة اللي ممكن تطلع من الواجهات او من الاشكال المختلفة عندك ستة فيسز كل فيس منهم بيحمل لون فطبعا عملية كانت معقدة جدا جدا وهنا دي مش بتاعة الحقيقة دي انا جابها برضو من ورقة علمية او من ده برضو انا بعرف نفسي يعني ساينتست واربتكت باخد من الساينس احاوله وبعد كده رجع الاركيتكتر دي تاني الى ساينس فالروبك كيوب في اصله ان عندك واجهات مختلفة كل وجهة مخصصة بلون فانا حولت الواجهات المختلفة ان كل وجهة تبقى اوضة وبالتبديل والتوافيق ففي نفس المبدأ باوضة يبقى كل اوضة فيها كم من او تخصيص كل عنصر من العناصر لاستخدام وممكن تستخدام وانصر من الوجهة اليمين مع الوجهة الشمال عشان تعمل او تدي له تجربة معيشية جديدة فبادرت عملية فعلا اللي هي او اللي زي ما حضراتكم شفتوها قبل كده في لعملية التصميم الراجل ده محتاج ايه والشخص اللي أنا كنت بصمينه ده مشروع كان فعلي حقيقي كان مهندس اسمه مهندس ايمان بدون ذكر اسم العيلة مهندس ايمان كان مبارمج كمبيوتر وكان عنده بيت واسع على فكرة لكن اخترحت عليه الفكرة دي راجل طائق يعني دايما الافكار بتبدأ بواحد مجنون واحد مجنون مجنون معماري معماري مجنون المعماري مجنون المجنون بيقبل جنانه فهم الاتنين الحمد لله بيتجنانه مع بعض بيقبلوا حاجة ربنا يعافينا مهم يعني دي كانت الفكرة وفعلا بدأت التطوير كان في 2011 لكن تقدمت للجهزة بعدية في 2013 بعدية بسنتين بعد كده بدينا نعمل التستينج للشكل وحتى أثناء عملية التنفيذ جوه الفراغ ده الفراغ الفعلي ودي كانت فيلا موجودة في بورج العربي ممكن دي كانت أول فيلا يعني أنا فيزها في حياتي في الوقت ده من 10 سنين وكان الهدف إن احنا الجزء المخصص ده تعالي نعمل فيه الموضوع ده انت كان بالنسبة له كانت أو كان المكان اللي هو محتاج يقعد فيه مع نفسه ويشتغل فقالت له والله احنا ممكن نخصص مكان واسع تستفيد بالوسع بتاعه كل يوم من غير ما نزحمه بفرش كتير وعفش كتير وبقية المكان كله تقدر تمارس فيه رياضة تقدر تعمل فيه حفلة تقدر تقعد فيه حتى تستمتع بالوسع بتاعه وزي ما قلتلكه هو لازم يكونوا اتنين مجانين يعني مع ماري مجنون بس كلاينت كمان أجدنا منه ومن هنا بدأت الفكرة ويمكن هنا أنا برضو يحضرني حديث جميل قوي عن رسول صلى الله عليه وسلم قال لك أربعة من السعادة المرأة الصلاحة والمسكن الواسع وده اللي يهمنا في محاضرة النهاردة اللي هو البيت الواسع والجار الصالح طبعا والمركب الهنيئ لكن فيه كمان أربعة من الشقاء المرأة السوق والجار السوق والمركب السوق والمسكن الضيق فالسؤال هنا أو البرادوكس اللي موجوده هل اللي أنا عملته ده كان مسكن ضيق ولا مسكن واسع الحقيقة برضو يعني أنا بحب دايما نسأل الناس على رأيهم وعلى وجهة نظرهم في المواضيع اللي أنا بعملها فبعض الناس كانت شايفة إن اللي أنا عملته ده ده مسكن ضيق أنت زنقت عليه جدا أربعة أورط في مكان داية واحد بس كان دايما نردي عليهم يا جماعة إن صحيح ممكن يبقى الكلام ده مصبوط بس ما تنسوش حضراتكم إن بقية الفراغ بتعالبيت بتاعه بقى واسع فحتى المسكن الضيق أو الأورط الدقيقة دي اللي ممكن تتحرك وتبقى فيها موبيلتي تنتقل من مكان للتاني فبقية المسكن الواسع يقدر يستفيد منه ويقدر يستمتع به فهي الفكرة إن احنا ما عملنا لوش مسكن ضيق من نغلص عليه ده إحنا لمينا كل حاجة في مكان واحد عشان يستمتع فعلا بوسع المكان ويقدر هو يقدر هو يقدر هو يستخدمه والنهار ده عايز يستخدمه كجيم بكرا يعمل في حفلة بعدها يعمل في أي حاجة تانية فعنده البيت كله بيقدر يستفيد بي بعدها بسنوات في الفين وخمستاشر بدأت عمل الإصدار التاني أو النسخة التانية أنا بعض المشاريع عندي مش بتتوقف مع مع مصابقة لأن أنا بعتبر إن المشروع هو عمل بحسي أو عمل علمي فالعمل البحسي أو العمل العلمي ده بياخد سنين في تطوعه فالمشروع اللي فات اللي هو ده كان مخصص إنه يكون ده كان مخصص إنه يكون في فراغ مغطى لكن التاني مع الحفاظ على المبادئ التصميمية مخصص إنه يكون في وكانت هنا الفكرة لو ربنا أكرامك ودلك مثلا حيز من الأرض وليكن مثلا 150 متن متر هل حتمل المتين متر دي كلها ببيت ممكن فيه ده طبيعي ده تريند طبيعي للناس كلها بتفكر فيه لكن هل ممكن نفكر بطريقة مختلفة حتى لو كان المجتمع ممكن ما يتقبلش ما يفعل هذه الأفكار بس ممكن تبقى بداية فأنت ممكن تبقى بدل ما بتقضي طول وقتك في البيت لا قضي الوقتك المينموم جوه البيت واستمتع ببقية المكان ونعمل لك جنينة كبيرة ونحط لك في جنينة دي أشجار ونحط لك وتستمتع بالمكان ده كمكان طبيعي زي مكان أجدادنا عايشين في العصول الأولى فليه لا ليه ليه ما نعملش كده فكان دي فكرة روبو كيوب برضو ربنا أكرم فيها الحمد لله كانت هو اخده جايزة في الفين وخمستاشر فكانت الفكرة ان هو يبقى فيه موديولاو ديزاين او تصميم موديولي التصميم ده يجمع اليوزر جوه طول ما هو قاعد بيستمتع بالبيت وعندك المطبخ والحمام وقضة النملة زي ما قلت بالكده اللي فات ما كانش فيه لحمام ولا مطبخ لكن ده هيبقى هو البيت كله على بعض وكانت تحدي هنا أعلى وبعد كده كأنك أخدت مكان من الطبيعة وده أصبح مكانك الخاص ده بيتك استمتع بقى به كل يوم تقعد تحت الشجرة تقعد تستمتع بالمية الموجودة تقعد اي حاجة او دور اكتيفتي لكن لو فرضت عليك الظروف ومحتاجين اللي يوني دي تنتقل لمكان تاني فأنا برضو حاولت عملها تيستينج في السيناريهات مختلفة ممكن تبقى في في مكان حتى ما بين العماير ممكن تبقى في مكان غير ستويا لأنها معزول تماما ومكان يعني شلتر شلتر من الشتا من الساقة من كل حاجة لكن لو عندك فأنت ممكن برضو تستمتع بوجودك في الطبيعة حاولت أخذ لقطات داخلية طبعا بالسبب أن المكان كان دايق شوية فطريت أن أخذ لقطات عشان تحاول توسع المكان برضو الطبيعة الموديولية ده بالنسبة لي مبدأ مهم جدا في تصميم سواء الشلتر أو المساكن الصغيرة أنه يكون مكعب صغير لازم المكعب ده يتلائم يتكرر ونقدر نحن نتوسع به لمساكن تانية حتى كمان الوحدات الخارجية دي فكرت فكرة قطع الغيار قلت دايما يعني كتير جدا من المنتجات اللي عندنا زي العربيات زي منتجات كتيرة زي الكمبيوتر لما بتبوز فيها حاجة بتشلها وبتغيرها بقطعة تغيار أخرى فده كان مبدأ فكرة الروبيكيوب اللي حضراتكم شايفينه هنا إن هو على فكرة لو حد فيكو فكك مكعب الروبيك ده حيلا إن هو وحدات بتتجمع فقلت ليه لأ إن احنا ممكن فعلا تبقى فيه وحدات بتتجمع فممكن وحدات منهم تكون بقى شبابيك إزاز ممكن تبقى ميل بوكس أو صندوق بريدي ممكن تبقى وحدات إضاءة حتى فكرة إن تبقى فتعة غيارة تتشال وتتركب كانت فكرة بالنسبة لي مهمة كمان داخليا ليه تبقى سابتة ممكن حتى راجل صاحب الفراغ ده هو يقسم بتاعته على حسب احتياجاته بس تعمله الموديول على تلاتين في تلاتين بحيث إن المضاعفات تبقى ستين في ستين لإن إحنا بقى مصممين وفاهمين الموديول الإنساني وتبدأ تدي له حلول لو هو والله الراجل معاه فلوس واشترى وحدتين ممكن يوسع شوية في بيته ويجي في حتة مثلا مكان بكر زي الغابة والطبيعة ويشتري وحدتين وعيلته بتجبر معاه ويجبر معاه وكانت هريح للحمد لله موفقة وربنا أكرم الحمد لله بجواز كتير جدا وكانت الأفكار دي بحاولنا أن أنشرها عموما ومش لازم زي ما قلت إن الأفكار دي تلاقي ترحيب من كل الناس لكن كان مهمة جدا إن أنا أسمع لكل الناس وده مبدأ اتعلمناها الحقيقة من المهندسين بتاع ناسا من زمان ويمكن اللي حضروا معاه محاضرات بتاعت كنت دايما بقول هذا المبدأ المهندسين بتاع ناسا كانوا بيمشوا بنفسهم بيطلبوا من الناس إن هم يدلهم النقد السالب أكتر من النقد الإيجابي النقد السالب هم اللي هيساعدهم على التطوير النقد الإيجابي بيرفع عندك الإيجو أو اللي احنا بنسميه الغروب يعني لكن النقد السالبي هو اللي بيبين لك فعلا حقيقة الأم إزاي تقدر تطور فدي كانت نقطة مهمة جدا في خلال السنوات اللي فاتت كنت دايما بطلقة إيميلز ورسال يقول لي والله لا ده مش حالو ده هنحسسني بالفروط بالفروط الأماكن الضياقة الناس تانية تقول لي والله لو حطيت شبابيك ممكن ممكن تتحل المشكلة فبدي تطور واحدة واحدة وما زال العمل برضه يعني بيجر على تطوير هذا المنتج والحمد لله أماكن كتير بلغات كتير في دول كتير في 14 دولة وممكن 15 دولة كان أخيرهم كندا أبليها أسباكستان وكازاخستان وبنشر هذه الأفكار وبشوف وخطوة بخطوة إن شاء الله يعني حنصل نيجي للمبدأ الأخير وهو الكلية أو الجامعة أو الأكاديمية بديت عمل التجارب دي كمان ك ديزاين إكسرسايز في الإنتيريو ديزاين وانا قررت للولاد بتوع سنة أولى ده دي تمارين سنة أولى بالمناسبة إن يكون عندنا مجموعة من الوظائف أثليت عشان نشوف في العملية هتبقى احتياجاتهم الإنسانية واحدة لكن احتياجاتهم العملية أو الوظيفة أو الجوب هي اللي هتختلف وده كان مهم جدا إن احنا نبدأ نعلمهم إزاي يضعوا يعملوا مسكن يحقق فعلا الراحة الإنسانية ويدي للشخص إحساس إن المسكن ده مسكن واسع وطبعا المبدأ السستيني بالموجود في الموضوع ده هو لو أنت قدرت تختزل أربع قوت في مكعب واحد أنت وفرت كم من الخامات وكم من الطاقة وكم من الكربون ثاني وكسيد الكربون اللي كان حيستعلك في المصانع لإنتاج القوت دي في مكان ده لكن أهم شيء بالنسبة لنا هو كمان الراحة الإنسانية وبدأت وبدأت فعلا في السكوليات ما بين مصر ما بين لبنان وما بين دول تانية كنت بدي فيها الوركشوب دي وبدأنا نصل إلى الروبوككيوب بس الروبوككيوب المرادي ما كانش تصميمي بعدها كان تصميم الطلاب بتاعنا وبدأت كتير جدا من حلول تظهر استخدام مرة الكمبيوتر مع الموضل أنا دايما عندي مبدأ لازم يشتغلوا بأيديهم كما كان عشان يفهم الموضوع بعد ما يشتغل بأيديه لازم يستخدم التكنولوجي عشان يعمل حصر حتى للكميات ويقدر يعمل عملية تطوير وايكسبريمنتيشن زي ما احنا كنا شايفين برضو افراد لكل الموجودة وانتاج وكانت الحمد لله سنة وراء سنة كان العملية بتتطور واحنا كمان أنا حتى شخصيا بتعلم في التدريس ايه هي الاحتياجات وبعد كده بدينا نقول والله لازم كمان نطفي لمسة جمالية المانع الموضوع ده مش موضوع مش لازم يكون كئيب ده لازم يكون موضوع ممتع وحلو وممكن يكون مكان في اجازة يعني شخص مش شاري مثلا شلي كبير لكن الشلي ده كله عايزه مكان واسع عشان اجازة ويستمتع به واصحابه لكن لما يجي نم بالليل او المطبخ بتاعه او الاحتياجات وتكون اه في اماكن ضيقة ومرة كانت اسمها مرة كان ده مثلا بيت كان بيتفتح ويتقفل فالصبح ممكن يفتحه بالكامل لكن في النهاية النهار ممكن يرجع يضمه ويقفله تاني ويقفله بالمفتاح ويسافر لو حابب انه يقفله بالكامل وده كان اول دفع في لبنان الحمد لله يعني ربنا اكرم دارستيل من هذا الموضوع مثل انا كان بتشتغل معي برضو في تطوير الافكار ديت والتجربة الانترناشن اللي هنا كمان كانت مهمة وافكر حضراتكو تاني بالمانفستو ثلاث خطوات الماضي تطوير موضوع باستخدام تكنولوجيا وفي الاخر تسليمه للاجيال المستقبلية دي كانت رحلة ببساطة والحمد لله اخر اوورد اللي هي بالعلامة الحمرة دي كانت في اليابان ويمكن ان شاء الله قريبا كمان يبقى فيه دوت جديدة نقطة حمرة جديدة في مكان جديد في العالم منتظر بإذن الله يعني تجيني الاخبار الاكزابيشنز كمان فيه هيتعمل في اليابان فانا لسه ما حطتش بس النقطة السفر هنا لحد ما ان شاء الله ما يتم المعرض في خلال الاسبوع اللي جايدة او اللي بعده الكتير وبالنسبة للوركشوبز كمان فيه نقطة خضر هتضاف ان شاء الله في اندونيسيا في شهر اتنين اللي جاي وفي نقطة في الهند كمان هتضاف في شهر كمان تلاتة شهر اربعة عفوا اللي بعد رمضان على طول فيه اتنين ووركشوبز هيتعاملوا لتدريس او لتدريب الناس اه على هذا هذه المبادئ التصميمية طبعا انا ما ذكرتش كل حاجة في المحاضرة اللي بتاعت النهاردة لكنه فيه علم وفيه نولدش برضو كتير وراء الحاجات او التجربة اللي احنا شفناها ربنا اكرم الحمد لله ودي كانت مجموعة من الفينيوز اللي عرض بعد التجرب او الفكر ده وهنا بحب انهي دايما المحاضرة بالبنبو او بنبو فكرة شجرة البنبو تحديدا شجرة جميلة جدا مفيدة جدا اللي انها غريبة جدا جدا شجرة البنبو دي ممكن تقعد خمس سنين كاملة بترو فيها وزرعتها انت في الطربة وكل يوم ترو فيها ما يطلعش منها صمت واحد من الارض خمس سنين كل يوم ما فيش يوم يعدي الا ولازم ترويها ولازم تعتني بها وما فيش اي نتيجة ما فيش اي اثر وما فيش اي حاجة وشيء بيبقى محبط مخيب للامال انك خمس سنين بتستثمرهم في هذه الشجرة وما فيش اي حاجة طلعت منها الا ان الغريب في الامر ان في خلال شهر ونص او شهرين الشجرة اللي بعد كده بعد خمس سنين لما تبدأ تطلع من الارض او من الطربة في خلال شهر ونص شهرين ممكن تصل طولها الى 30 متر اللي عايز اقوله ايه ده الكيرف بعضه في علم الاحصاء في علم الستاتيستيكس بيسموه كيرف النجاح بييجي دايما مرحلة بنسميها احنا النقطة الانطلاق وممكن تفضل سنين طويلة او شهور او يمكن عمرك كله مش حاسس باي تأثير اللي انت بتعمله لكن في لحظات ما هتلاقي ان الموضوع بدأ ينمو اول مرة اسمع عن مبدأ البنبو ده كان عنزها حديد الله يرحمه توفت كانت قالت لك في لقاء في تلفزيوني قبل كده انها قعدت عشر سنين كاملة بتعمل مسابقات وبتدخل في مسابقات ومحدش مقتنع بهذه الافكار من عكس الناس كان بتضحك عليها الناس كان بتقول عليهم مجانين لكن بعد نهاية السنة العشر او في خلال اخر العشر سنوات دي حصل لها البومينج ساكسس وصلت لمكان كانت يعني قبل ما تتوفى الله رحمه لما بتروح امريكا كان رئيس اوباما بينتظرها في المطار يعني مش بس بنسمعها ستار اركتك لكن وصلت لمكان عالية جدا جدا لانها عملت وده اللي انا بنادي به انا ما زلت الحقيقة في اول الطريق بس عندي مجموعة من الافكار ارحب بمشاركة حضراتكم لو شايفين ان الافكار ديت محتاجة تطوير اه يبا شيء جميل جدا لو محتاجين لو شايفين الافكار ديت اه يعني جيدة مفيش مانع اه شايفين فيها عيوب برجاء ان انتم تذكرون لهذه العيوب ومع بعض نقدر نوصل ان شاء الله دي مجموعة اللينكات بتاعتي على السوشيال ميديا ارحب بحضراتكم اهلا وسهلا بيكم تقدروا تتواصلوا معايا اه لسبب ومن غير سبب تقدروا تيجو بس تقوليه حتى يعني تلقوا السلام يعني وتشرفت بوجودكم وشكرا بشماندي صامر على هذه الفرصة الجميل ألف شكرا لحضرك يا دكتور جزاكم الله خيرا يعني محضرة قيمة جدا يعني تغيير كبير جدا في الافكار ويعني شايف والله الناس كلها اه بتشكر حضرتك وكتبين رائع ومع بريك لكم يا رب جميع ألف شكرا حضرتك كان في مهندس محمود بيسأل عن التفاصيل الورش اللي حضرتك بتعملها والله انا غالبا بشتغل مع مؤسسات يعني اي مؤسسة بتخاطبني بجهز لهم بناء على حتى اللي أنا بعرضها الورش بتتنوع كانت الأول في استخدام بعد كده تطورت للفكرة التصميم نفسه وبعد كده اللي يمكن من حضراتكم حضر معاك هيلحظ أنه كنت بشتغل كتير في فبعد بديت تعمل ورش كتير في هذا المجال وآخر شيء على فكرة والمساكن الصغيرة هما اللي اتنين واجهين قبل واحدة احنا برضو لما بنشتغل بيبعند ومحتاجين ان احنا نستخدم نفس الأفكار التصميمية دي في فيعني على حسن مؤسسة بس انت حضرتك لو حابب تتباني انا على الصفحات بتاعتي على وعلى صفحة الفيسبوك دايما بعلن عن كل حاجة والحساب الرسمي للإنستغرام ولو في محاضرات حتلاقية موجودة او حتى بعد الورش العمل اللي بتتباني بتسجلها انا بحطها كلها على بتاعت اليوتيوب فممكن لو ما لاحقتهاش تقدر انك تحضر حتى لسه حتى مبارح حاجات جديدة نزلة ولازم يومين انا على الجوجل بكتب يعني بشوف ايه اللي نزل جديد او حد نشر حاجة بجمعها كلها في اليوتيوب عشان الناس اللي حابة انها ترجع عليها تاني التمام دكتور في حد كان بيسأل مهندسة ماجي كان بتسأل اه شرح اكتر عن جافية عزل الوحدات بالذات الكارتون ضد الميا والحرارة اه ضد الميا في عندنا اه هو اول حاجة انت حضر عليك لو كتبت الهيدروفوبك او الهيدروفوبك اه اول منتج انا ناسي اسمه الكيميائي دلوقتي بس هو نفس اللي بيستخدم في التغليف الداخلي للكبايات الورقة لو مساكت اي كباية وورقة بيتعمل فيها شاي او نسكفي هتلاحظي من جوة انها بتبقى هيدروفوبك لو خدتيها بالكتر كده اتعطيها هتلاحظ ان فيه طبقة شريحة وفيعة جدا من غطاء كده بيبطانها ده نفس الغطاء اللي انا استخدمته في المشروع التاني لما جيت ابحث بعد كده ايه الجديد اللي حصل في الصناعة في اخر سبع سنوات ديت لقيت ان فيه موجودة حتى بتستخدم مع الكاردبورد عشان تديها العزل بنفس الكفاءة بس بتكون طبعا فيها مرونة ان احنا مش لازم يتم وضع العزل ده فعملية الانتاج المبدأي لأ ممكن اي كارتون قديم كارتين قديمة تتعزل وتستخدم باستخدام السبري ده وده يتحلي الفرصة ان انا ممكن اعمل عملية يعني بعد كده لما لقيت ده موجود ده معناه ان انا مش محتاج تحضيرات خاصة للبيبر من البداية لا ده لقيت ان اسهل ان انا اخدها اخد اي كارتين قديمة يعني بمعنى اصح وعاد تدورها وتتراش اه ممكن احاول اجهز لحضرك اسم المنتجات واسم المصانع يعني ديت وممكن ابعثها بعد كده استأذنك بس تبعتيلي او حاجة على اي فيسبوك او لينك دين وهبعث لك ان شاء الله اسماء المنتجات تمام في ممكن ترشيح حضراتك لدراسة تاريخ العمارة اه ترشيح يعني مش فاهم معلش السؤال يعني تب مثلا حل واحداتك شايفه اه اه لا هو حول حضراتك على حاجة هو تاريخا عمارة هو نفسه يعني اي انا اعتقد ان اي كلية من كليات الهندسة او العمارة لازم حتكون بالدراس المدرسة اللي انا دايما بستند فيه وده الكتاب اللي احنا تعلمنا منه ومازال قوي جدا كتاب مجازن بيقوله عليه كتاب لان كان الكاتب بتاعه فده الكتاب اللي حتلاقي فيه تأييبا طريق العمارة كلها الاديم والجديد والمصر القديم والحدد الحضرات الشرقية الصين ولان حتلاقي فيه كل حاجة لكن هو الاهم من الكتاب هو كيفية ترجمة الماضي ده في حاجة انت محتاجة بقى حاليا هو ده انا بعتقد الاهم تماما دكتور طيب لو حد عند سؤال ممكن يعمل رئيس هنت مانس حسين القديم يلا جزاكم لاخر ان شاء الله تعرف مصر العربة الانسانية جميعا بمستعب البارو عبقرية متميزة ربنا يا جزيك كل خير حاجة تسلم يا رب الله يا عزيك هو هدف محاضرة اليوم ان انا اعمل زي او 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 صوتي للناس انك ممكن تفكر بطريقة جديدة يعني تاريخ العمارة كلنا درسنا تاريخ العمارة لكن هل كلنا طبقنا اللي احنا درسنا في تاريخ العمارة فده هدف محاضرة اليوم هي ايصال وجهة نظر جديدة في المجال يعني المهندسة يا سمين بتسأل حضرك اسماء المؤسسات اللي بيكون فيها الورش ممكن نتابع الفيسبوك عند حضرتك لو حضرتك رجعت البوست بتاعي انا طبعا لان الحمد لله كانوا كتير بس ممكن هتلاقي كل البوست انا حطيتها على واللي جاي ان شاء الله برضو نفس الموضوع في حاجات منها يعني اخر حاجة كانت في ديجيتال فيوتشورز مسلا كان في شهر وربع اللي فات اه بتاعت اندونيسيا اللي جاية دي هتبقى تابعة حاجة اسمها اه والله الثانية واحدة انا كانت عندي على الواتساب اسم المؤسسة احيانا بتكون اسمها معقدة شوية بس هجيبلك اسمها كان اسمها اين يا ربي ده بتاع اندونيسيا بتوع الهند مش عارفة اقرارها الحقيقة اسمها اسمها صعب عليها هي بتبقى على حسب المؤسسسة اللي بتكلمني بس هي اغلبها كل اعمال غير هدفة لربح يعني دكتور دكتور هبل عمري بتسأل حضرك هل ممكن نظم مع حضرك محاضرة اولاين لطلاب جامعة تشرفيني اهلا وسهلا بحضرتك تقدير تتواصلي معي عن طريق الفيسبوك ميسنجر عن طريق الايميل اه ابرضا احكتب لحضراتكو في الشات الايميل بتاعي تقدير تتواصلي معي فيه واتشرفوني اهلا وسهلا بكم تمام يا دكتور جزاكم لكل خير والف شكر حضرتك وربنا يا جزيك كل خير احبيت اسلم احكتب على الشكر الله يكرم والشكر لله راحتوا تسلم واتشرفت بوجودكو تاني واشكر بمشمان دي صعمة ولا تحت الفرصة دي للتواصل ويعاب يعني يكون الموضوع نقطة او علامة فريقة تخلي الناس تبدأ تاني تفكر بطايا جديد بإذن الله مختلف احبيت اسلم شكران شكران